السؤال الثاني من أسئلة الأخت العزيزة الفاضلة من السعودية يرتبط بالآية العاشرة بعد البسملة من سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين هذه الآية من الآيات المركزة جدا ومن الآيات التي تهز وجدان من يتدبر فيها حتى إذا استيأس الرسل الحديث عن الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا لا بد أن أميز لكم بين حتى إذا يأس الرسل الآية ما قالت هكذا حتى إذا استيأس الرسل يأس فلان عرض عليه اليأس لأسباب معينة هناك الكثير من الأسباب في الحياة تبعث على اليأس عند الناس يأس فلان لسبب من الأسباب أو لعدة أسباب عرض اليأس عليه لكن إذا قلت استيأس استيأس اختلف الكلام هنا يأس هذه مادة فعلة استيأس استفعل اختلفت المادة واختلفت الهيئة وكما يقولون زيادة المباني دالة على زيادة المعاني حينما تكثر حروف الكلمة فإن المعنى سيكون أكثر صنع واصطنع صنع لها دلالتها واصطنع هناك حروف زائدة هذه الحروف التي زادت في المباني تدل على زيادة المعاني يأس شيء واستيأس شيء يأس فلان عرض عليه اليأس أما استيأس فإنه فإنه يذهب بنفسه باحثا عن الأسباب التي تجعله يأسا فارق كبير يأس عرض اليأس عليه والأسباب خارجة عنه استيأس إنه يبحث بنفسه ويحاول أن يجد الأسباب التي يبني يأسه عليها لماذا لكثرة معاناته الآية خطيرة خطيرة جدا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وصلهم من المعلومات ما ليس صحيحا ماذا تقول الروايات والأحاديث هذا تفسير القمي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 334 بخصوص الآية التي أتحدث بصددها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا بسند القمي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول وَكَلَهُمُ اللَّهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَكَلَ الرُّسُل وَكَلَهُمُ اللَّهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ الرُّسُلُ شِيَةٌ هذا ما هو بأمر مستغراب الرُّسُل شِيَةٌ وَحِينَمَا يُوْكَلُونَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ يُوْكَلُونَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ بِحَسَبِ مَنَازِلِهِمْ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِمْ وَكَلَهُمُ اللَّهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ هذا الذي جرى عليهم ماذا حدث فظنوا أن الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة بسبب المعاناة وبسبب صعوبة الظروف التي تحيط بهم الله سبحانه وتعالى وجد ما وجد فيهم فوكلهم إلى أنفسهم هم لم يظنوا سوءا بالله ولم يظنوا سوءا بالملائكة ولم يظنوا سوءا بدينهم ولكنهم هكذا حللوا الأمر من أن المعلومات التي وصلتهم والتي أخبرتهم على سبيل المثال من أن النصر قريب هذه هذه المعلومات لم تكن من الله ولم تكن من الملائكة وإنما قد اخترقوا من البرنامج الإبليسي من الشياطين إبليس أرسل شياطينه إلى الرسل وخيلوا إليهم أنهم ملائكة وخدعوهم فالرسل لم يسيء ظن بالله ولم يسيء ظن بالملائكة وإنما هكذا حللوا الأمر حينما وجدوا الطريق أمامهم مغلق طريق الحق طريق مرير طريق مرير يعمل العاملون فيه ولا يلمسون نتيجة لا يلمسون نتيجة أنقل لكم من تجربة الصغيرة عبر السنين الطويلة في هذا المسير تساقط الكثيرون في الطريق لماذا تساقط قد يضعون أسبابا وأسبابا لكن السبب الحقيقي أنهم لا يلمسون نتائج دنيوية في هذا الطريق وهذا أمر يصعب احتماله فإن الإنسان يعمل ويعمل ويعمل وليس من نتيجة دنيوية ملموسة يبذل قصارى جهده في أن يكون صادقا وهو صادق ويقيم الأدلة والحقائق على صدقه يكذب بسهولة والكذابون في الجهة الأخرى يطرحون أكاذيبهم من دون أدلة وكلامهم كذبه واضح يصدق كذبهم ويكذب الصدق الذي تقوم عليه الأدلة والحقائق والبراهي يحسن العاملون في الطريق فيساء إليهم وينقلب إحسانهم إلى كفر وإلى شتيمة ويسيء الطرف الآخر والإساءة واضحة فإما أن تنشأ الأعذار بعد الأعذار وإما أن تقلب الإساءة إلى كرامة وإلى منقبة طريق مرير طريق مرير طريق مرير هذا هو طريق الحق هذا هو طريق الأنبياء حينما تحاصرهم تحاصرهم الظروف القاهرة ويكون ما يكون على أي حال نحن والروايات وكلهم الله إلى أنفسهم قطعا لضعف فيهم وكلهم الله إلى أنفسهم قطعا لضعف فيهم لكنه ما هو بضعف يسيئون الظن فيه بالله أو يسيئون الظن فيه بالملائكة والأولياء الكاملين ولا هم يسيئون الظن بدينهم إنما هذا الضيق الشديد هو الذي أدى أن يكون في حالة أن وكلهم الله إلى أنفسهم ليس عقوبة لهم كي يستشعر عظيم النعمة بعد ذلك مثل مثل ما يلقي سبحانه وتعالى الإدبار على عبده المقبل عليه كي لا يبقى مقبلا بنحو مستمر وهذا الإقبال يسبب له غفلة يسبب له غفلة عن صغر شأنه عن صغر مقامه يسبب له غفلة عن مدى قصوره وتقصيره فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الخلق إلى الله كالأباعر ثم يعود إلى نفسه فيراه دون ذلك فإذا كان العبد مقبلا وكان القلب منفتحا للتواصل مع الله للتواصل مع محمد وآل محمد في العبادة في المناجات وفي العمل والطاعة واستمر العبد على هذا الحال فإنه شيئا فشيئا حينما يتراكم الإقبال عنده سيدخل في غفلة عن صغر شأنه وعن قلة حاله وعن ضعف مقامه سيتصور أنه قد صار في المنازل العالية فلابد أن يلقى عليه الإدبار ليس عقوبة هو لم يكن في مقام يستحق أن يعاقب لكنه يلقى عليه الإدبار كي يتذكر ضعف حاله كي يتذكر قصوره وتقصيره وهذا الأمر إنما يجري على الرسل بنفس هذا الاتجاه بحسب حالهم وشأنهم ومقامهم وكلهم الله إلى أنفسهم فظنوا أن الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة لقد ظنوا أنهم قد اخترقوا في تفسير العياشي وهو جامع آخر من جوامع أحاديثنا التفسيرية وطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان وهذا هو الجزء الثاني صفحة 213 رقم الحديث 102 عن أبي بصير يروي لنا الرواية عن الإمام الباقري وعن الإمام الصادق صلوات الله عليهما عن أبي بصير عن أبي جعفار وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة مخففة يعني أنها تقرأ كذبوا وليس تكذبوا كذبوا قال قال ضنة الرسل أن الشياطين تمثلوا لهم على صورة الملائك هذا المضمون جاء مرويا عن الإمامين عن الإمام الباقري والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما المضمون هو هو الذي قرأته عليكم من تفسير القم ظنت الرسل أن الشياطين تمثلوا لهم على صورة الملائك اخترقوا اخترقوا من قبل الشياطين المعلومات التي وصلت إليهم لم تكن في مستوى القطع ولذا ظنوا ما ظنوا في عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق وهذا هو الجزء الأول الباب الخامس عشر الحديث الأول حديث طويل مفصل حديث إمامنا الرضا في مجلس المأمون العباسي وهو يسأله عن أحوال الأنبياء صفحة 179 من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن يخاطب إمامنا الرضا فأخبرني عن قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا قال الرضا صلوات الله عليه يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن إمامنا الرضا لم ينفي المضمون الذي جاء في أحاديث الباقر والصادق وإنما ذكر جانبا من الحقيقة تحدث عن أقوامهم عن أقوام الرسل إذا كان الرسل قد جرى ما جرى عليهم فمن الطبيعي سيجري هذا على أقوامهم فليس هناك من تضارب وتناقض وتعارض بين ما جاء في هذه الروايات والأحاديث الشريفة ما جاء عن إمامنا الباقري وعن إمامنا الصادق من أن الرسل قد أوكلوا إلى أنفسهم فكان الذي كان منهم هذا الكلام لا يتعارض مع كلام إمامنا الرضا لا بد أن نعرف من أن إمامنا الرضا في مجالس المأمون كان يظهر جانبا من سيرة الأنبياء لأجل أن يدفع الإشكالات في أذهان الذين يشكلون على محمد وآل محمد من أن الأنبياء ما هم بمعصومين فكيف يكون محمد وآل محمد من المعصومين كيف يكون آل محمد من المعصومين عصمة محمد عند النواصب ما هي بعصمة حقيقية كاملة لا أريد أن أناقش كلامهم لا شأن لي بهم لهم دينهم ولي ديني حتى عند نواصب سقيفة بني نجف عصمة النبي ليست كاملة عدوا إلى الطفس عدوا إلى الخوئ عدوا إلى البقية فهم يتحدثون عن عصمة ناقصة لمحمد صلى الله عليه وآله فما بالكم بآل محمد فعصمتهم ناقصة عند مراجع حوزة الطوسي عند مراجع حوزة النجفي وكربلاء كتبهم دالة على ذلك أنا لا أريد أن أتحدث عن قبائح عقائد مراجع حوزة النجفي وكربلاء في محمد وآل محمد فلقد تحدثت عنها كثيرا وبالوثائق والحقائق والدقائق عودوا إلى برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية وتتبعوا الحقائق بأنفسكم أو تابعوا ما يعرض على هذه الشاشة على شاشة قناة القمر الفضائية إمامنا الرضا في أحاديثه في مجالس المأموني كان يحاول أن يدفع كل إشكال يثار على الأنبياء أنا لا أقصد أن الإمام الرضا كان يضللنا يضلل مستمعي أبدا هو يعرض جانبا من سيرة أولئك الأنبياء من سيرة أولئك الرسل فهنا إمامنا الرضا تحدث عن أقوامهم لكنه لم ينفي ما جاء مذكورا عن إمامنا الباقر والصادق المشكلة التي تحدثت الآية عنها كانت الرسل شيء طبيعي ستكون في أقوامهم إذا كان الرسل قد عرضت عليهم هذه المشكلة فإن المشكلة ستكون عارضة على أقوامهم بشكل طبيعي وطبيعي جدا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وحينئذ سيرتفع الإشكال سيرتفع الإشكال من الرسل وسيرتفع الإشكال من أقوامهم أيضا لأن مجيء النصر سيلغي وسينسخ الذي كان قبله موضوع منزلة الأنبياء في الثقافة الشيعية يشكل يشكل مشكلة كبيرة في التفكير العقائدي لأن مراجع حوزة النجف وكربلاء عبر كتبهم عبر دروسهم عبر وكلائهم عبر خطبائهم في الأزمنة السابقة عبر فضائياتهم في زماننا هذا جعلوا الأنبياء أعلى منزلة من محمد وآل محمد وهم بذلك يسيرون على منهج نواصب سقيفة بني ساعد ما هم أيضا نواصب هم نواصب الشيعة أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء أتحدث عنهم جميعا عن أمواتهم عن أحيائهم عن المترصدين والمنتظرين موت السستاني كي يقفزوا على المرجعية بقدر ما يستطيعون إنهم يستعدون للدخول في معركة التهارش تهارش الكلاب على الجياث تهارش الخنازير صراع الخنازير على معلف النجاسة والقذارة هذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزته سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة والأمر مستمر على نفس القباحة والقذارة إلى هذه اللحظة ويبدو أن الأمر سيستمر إلى وقت الظهور الشريف ليس هناك من أمل للتغيير وليس هناك من أمل في الإصلاح هذا هو الذي يدل عليه الواقع الشيعي التافه الوسخ البائس بسبب آيات الله العظمى من الكذابين السفلة الذين يدعون أنهم على دين محمد وآل محمد وهم على دين السقيفة بني ساعدة هذه هي الحقيقة من الآخر والمشكلة هي المشكلة من أن الشيعة لا زال حبيسين في مرحلة التنزيل الكلام عن الأنبياء ومن أنهم العنوان الأول في الدين هذا منطق دين الأعراب منطق مرحلة التنزيل العنوان الأول في الدين محمد وآل محمد والأنبياء من شيعتهم وفي شيعة محمد وآل محمد من هو في المراتب العالية التي تكون أعلى من مراتب الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أتمنى أن تكون الإجابة كافية ووافية ترجمة نانسي قنقر